من روستوف على الحدود الروسية الأوكرانية مفادتنا أريج محمد أريج مرحبا بك إذن موقف مستجد لوزير الخارجية الروسي أتى بعد ردود فعل أمريكية في ظلم يجري بهذه الأزمة آخر تطورات التي راستها نعم في الحقيقة في إطار التصعيد الكلامي والتصريحات الغربية التي تسمعها موسكو بطبيعة الحال هي تبادر أيضا إلى التصعيد الكلامي ترد من خلاله على التصريحات الغربية الأخيرة وخاصة ما تعتبره موسكو هستيريا موجهة ضدها فيما يتعلق بحشود عسكرية روسية تفوق المائة ألف جندي على الحدود الروسية الأوكرانية نحن في الحقيقة نتواجد في هذه الفترة في هذه المنطقة بالذات في المنطقة الأقرب بين حدود روسيا وأوكرانيا وحاليا نحن في هذا المعبر الحدودية الذي يربط مدينة رستوف على الدون الجنوبية الروسية مع جمهورية دانيتسك المعلنة من جانب واحد وحيث الانفصاليون في أوكرانيا هذا المعمر الحركة فيه طبيعية ربما هناك بطء في هذه الحركة لكن أغلب السيارات هي سيارات مدنية كما ترون هناك سيارات شحن تنقل السلع والمواد الغذائية وما تتبادل به روسيا مع جانب دونيتسك هذه الجمهورية التي أعلنت انفصالها من جانب واحد على خلفية الأحداث بينها وبين الحكومة في كييف عام 2014 طبعا هذه المنطقة وفقا لشهود عيان كثيرين كانت تشهد تحركات عسكرية روسية عندما كانت تتصاعد حدة التوتر داخل أوكرانيا داخل الأراضي الأوكرانية بين الانفصاليين والسلطات الأوكرانية هناك لكن حاليا هذه المنطقة وكما ترون لا تشهد أي تحركات عسكرية ونحن وكنا في طريقنا من مدينة رستوف على الدون إلى هذه المنطقة بذات لم نجد أي حركة غير طبيعية في إشارة طبعا إلى وجود أي قطع عسكرية لم نلقى أي قطع عسكرية في الطريق أي مدرعات أي ناقلات جند وما إلى ذلك الطريق فقط فيها سيارات مدنية مخصصة أو يقودها من يعبر هذه المنطقة من يعبر الأراضي الروسية باتجاه جمهورية دانياتسك باتجاه الأراضي الأوكرانية ربما أيضا من خلال هذه الجمهورية أو بالاتجاه المعاكس من رستوف على الحدود الروسية الأوكرانية شكرا لك موفداتنا أريج محمد